ينضم إلينا من القدس مراسلنا أحمد جرادات أحمد حتى الآن لم يتم الكشف عن التشكيلة الحكومية الكاملة ما هي آخر التحديثات بشأنها؟ تقريبا حسمت جميع المقاعد الوزارية والمناصب وتم توزيع هذه المناصب عد منصب وزير الخارجية حتى الآن لم يحسن وهناك على ما يبدو خلاف حول هذا المنصب ويترشع على هذا المنصب كل من إسرائيل كاتس وأيضا لكوهن وكلهما من أقطاب حزب اليكود باقي المناصب الوزارية تم تقسيمها نتحدث عن أن المتطرفة تمار بن كفير سيكون وزيرا للأمن القومي رياد درعي المتهم والمدان بتهم فساد والمحكوم عليه باستجن مع وقف التنفيذ سيشغل منصب وزيرا للداخلية ومن ثم بعد النصف الثاني من ولاية هذه الحكومة سيشغل منصب وزيرا للمالية إضافة إلى أن بيتسلييل سمودرج سيحصل على منصب وزارة المالية وهناك المناصب الأخرى تم توزيحها على باقي الأحزاب وباقي الحركات وأيضا على أعضاء حزب اليكود بعد حوالي ساعتين من الآن ستجتمع الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلي لمنح الثقة لهذه الحكومة سيكون هناك كلمة لبن يمين نتنياهو وأيضا لهاير لبيد الذي سيصبح زعيما للمعارضة الإسرائيلية سيتحدث إضافة إلى كلمات أخرى وبعد ذلك سيتم التصويت لمنح الثقة لهذه الحكومة ولا نتوقع أي مفاجآت حيث ستحصل حكومة نتنياهو على ثقة 64 عضو كنيسة على الأقل وهذا هو العدد الذي حصلت عليه الأحزاب في معسكر بن يمين نتنياهو في الانتخابات الأخيرة من ناحية أخرى خلال تقديم بن يمين نتنياهو للوثيقة وثيقة المبادئ والخطوط العريضة لهذه الحكومة تم التركيز على الاستيطان الإسرائيلي وهنا لم يتم الحديث فقط عن الضفة الغربية بل سيكون تعزيز لهذا الاستيطان في الضفة الغربية والقدس وداخل الخط الأخضر وتحديدا في الجليل والنقب وأيضا في الجولان السوري المحتل إضافة إلى الحديث عن أن الشعب اليهودي وفقا للوثيقة الحق بالتواجد في هذه المناطق وفي أراضي إسرائيل حسب الوصف الإسرائيلي وهنا يقصدون الطرفي الخط الأخضر وليس فقط مناطق داخل الخط الأخضر بل يتحدثون عن جميع هذه المنطقة كوحدة واحدة ويسمونها أرض إسرائيل من ناحية أخرى أيضا سيتم تعزيز التحالف والتطبيع مع الدول العربية وهنا تحدثت الوثيقة عن تعزيز الاتفاقيات التي تسمى باسم الاتفاقية الإبراهيمية وأيضا محاولة جلب دول إضافية من الدول العربية لهذه الاتفاقية دون الحديث عن حل القضية الفلسطينية أو عن المفاوضات مع الفلسطينيين أو حتى حل الدولتين هذا لم يتم التطرق له بشكل نهائي في هذه الوثيقة وتم التركيز فقط على إنهاء الصراء العربي الإسرائيلي وفقا لما جاء في إعلان المبادئ أو الخطوط العريضة للحكومة الجديدة لذلك يتوقع أن تكون الحكومة هي الأشد يمينية في إسرائيل وفي هذا السياق أحب إضافة إلى وفي هذا السياق ما هي ردود الفعل حول التشكيل الوزاري خصوصا له كما تفضلت يعني يتوقع أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل يعني هناك اعتراض من الفلسطينيين على هذه التشكيلة هناك توقعات من أن يكثف بن يمين نتنياهو من القوانين مع معسكره التي ستنتهك وستقوم بالتنكيد بالفلسطينيين ولكن على الأرض نتحدث عن حكومة هي ستكون على الأغلب مستقرة متجانسة في تركيبتها هي تحتوي على أحزاب يمينية دينية متطرفة ويمينية قومية متطرفة أيضا وحزب علماني وحيد وهو حزب اليكود هناك قلق على مصير المسجد الأقصى المبارك في الفترة المقبلة لا سيمة وأن اتمار بن كفير من المتطرفين الذين دعوا إلى السماح للمستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى المبارك طيلت الوقت وعدم اقتصار ذلك على فترات صباحية ومسائية وأيضا دعا علنية إلى الصلاة داخل الأقصى ولكن في الوثيقة وإعلان الخطوط العريضة للحكومة تحدثوا عن احترام الوضع القائم ولكن دون إسهاب وهنا ربما يكمن بربط الفرص من أن هذه الحكومة ربما ستسعى إلى فرض التغيير الذي جرى خلال الأشهر الأخيرة على المسجد الأقصى المبارك وضع قائم جديد وهنا لا نتحدث عن الوضع القائم الذي كان بعد النكس عام 67 شكرا لك مرسلنا أحمد جرادات كنت معنا من القدس